المعهد يتتبع الأوضاع التي تجيب في بعض البلدان العربية مثل السودان، مثل الجزائر، مثل تونس المعهد يعمل على تحليل الأوضاع في البلدان العربية بدراسات ميدانية عميقة وهو كذلك يساعد كل المؤسسات رسمية أو غير حكومية من أجل أن تكون لها القدرة على أن تطور بلدانها وتغيرها نحو أهداف السامية التي نطمح إليها أشتتم بتجربة مغربية؟ بين المعهد العربي لحق نسان والمغرب هناك تاريخ طويل من التعاون سواء في المجالات العدل الانتقالية والتربية لحق نسان وكذلك دعم القدرات لمنظمات المجتمع المدني وحقوق النساء وغيرها من المجالات التي طورنا فيها تعاونا كبيرا سواء في عقد الورشات العمل في التدريب في إنتاج الأدلة وكذلك في إيجاد شبكات من التعاون المشترك هذه الاتفاقية هي تعميق لعلاقة قديمة وعريقة ونحن مع وزارة العدل وبقية المؤسسات سنعمل على تطوير قدرات ليس فقط على المستوى المحلي بل كذلك الأقليمي من أجل تطوير معرفة القضاءات وغيرهم بقضايا العدالة واستقلال القضاء وغيرها من الأشياء طبيعة التعاون هي طبيعة عامة تقوم على إنجاز دراسات وتبدل أبحاث والشاركة في تنظيم الدورات التكوينية وتبادل الخبرات والخبراء وتنظيم المؤتمرات فإذا نحن نعول على هذا التعاون من أجل التأكيد على أهمية المقاربة الحقوقية والتكوين في مجال حقوق إنسان لكل الفاعلين والعملين في مرفق العدالة من رجال ونساء في مختلف المهن لأن الهدف الذي يجمعنا هو إن شاء الله السعي لبناء دولة الحق والقانون وتأكيد دولة المؤسسات والمغرب بعد الأشواط الكبيرة التي قطعها بعد الدستور 2011 نحضر مع استقلال سلطة القضائية والاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية وانتقال رئاسة نيابة العامة من وزير العدل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ومختلف المبادرات والتشريعات التي أقدمنا عليها من الضروري أن يواصل كل عمليات التكوين والتكوين المستمر خاصة في مجال الثقافة الحقوقية لكي تبقى المقاربة الحقوقية حاضرة في كل الأوراش التي نفتحها تفعيلاً للقيام والمبادئ التي نص عليها الدستور الملكة وخاصة المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وكل منظومة الحقوق الأسن الحسن موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر